تحديات فعلية وأزمة حقيقية وأنماط تقليدية في الإدارات يمر بها الإعلام الأردني حيث بات الإعلام عكاسا لما يشاع من أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من أن يكون الإعلام في الأصل هو المرجع لهذه المواقع في المواد التي تقدمها لأفراد المجتمع أزمة معقدة تمر بها مؤسساتنا الإعلامية الرسمية والخاصة وحالة اقتصادية صعبة تهدد مصير الصحافة الورقية وظهور الهوات العاملين في الإعلام والصحفي المواطن حتى متعلى الحكومة التقليل من سقف الحريات بتعديل قانون المطبوعات الأردني ما زال الإعلام الأردني يعاني من بعض الصعوبات والمشاكل والتحديات حرب على الإرهاب الأوضاع الأمنية أدت إلى تراجع سقف الحريات الإعلامية في الأردن وأدت إلى إصدار تشريعات أحيانا حدت من الحريات الإعلامية نحتاج إلى استعادة ثقة الجمهور الأردني بالإعلام وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال المهنية هناك جوانب تشريعية لنعيد بناء الثقة من بينها تسهيل الوصول إلى المعلومات وهذا يتطلب المزيد من التعاون من قبل الحكومة إخراج قانون الحق في الحصول على المعلومات من الأدراج واستكمال إصلاحه اهتمام الدولة الأردنية بالإعلام الرسمي بشكل غير مسبوق ظهرت بوادره منذ مطلع هذا العام بالانطلاقة الجديدة لموسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية من خلال الشكل والمضمون الذي ارتكز على ملامسة حاجات وقضايا وهموم المواطنين وتطلعاتهم لبرنامج خارج منطقة التغطية مع هاني البدري عامر التعمري عمان تي في ترجمة نانسي قنقر